مع طبيعة العراق الذي يسجل صيفه كل عام درجات حرارة مرتفعة فإن القبة الحرارية التي تضرب دولا شتى حول العالم ترفع من خطر موجات الحر في البلاد إلى ما فوق نصف درجة الغليان في محافظات عدة تحديدا الجنوبية منها واقع يعيشه العراقيون في ظل مخاوف من انقطاعات التيار الكهربائي من جهة وخطر الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في البلاد وضربت موجات الحر الشديد بقوة الكثير من مناطق العالم من أوروبا وصولا إلى الصين مرورا بالولايات المتحدة حيث يرتقب أن تسجل درجات حرارة قياسية ما يدل على تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخية منظمة الصحة العالمية ذكرت بأن الحر هو أحد أخطر ظواهر الطقس القصوى في الصيف الماضي تسببت درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا وحدها في وفاة أكثر من ستين ألف شخص بحسب دراسة حديثة لكن ظواهر الطقس الشديد هذه التي غالبا ما تأتي بسبب التغير المناخي الذي أصبح مسببا رئيسا في ارتفاع درجات الحرارة في اليابسة والمياه على الأرض في أمريكا شاهد الصيف حتى الآن سلسلة كوارث طبيعية في كندا يظهر المشهد بدخان الحرائق في السماء حيث لا يزال خمسمائة حريق خارج السيطرة وما أدى إلى تلوث قوي للهواء في كل شمال شرق الولايات المتحدة في حزيران منظمة الصحة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من موجات الحر الحالية وتؤكد الحاجة الملحة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أسرع وقت ممكن وهو ما يدعو له خبراء بضرورة اتخاذ دول تعاني الجفاف والتصحر من إجراءات فورية لتفادي كوارث في الأرواح والحيوانات والمحاصيل الزراعية